وإلى الخرطوم مرة جديدة إليك أحمد ضو البيت مرسل تلفزيون العربي لأسأل عن الوضع الميداني الراهن نعم الوضع الميداني الراهن حتى الآن تتواصل الشباكات في محيط القيادة العامة هذه المنطقة لم تهدأ مطلقا الهدوء الذي شهدناه قبل قليل كان هدوءا روتينيا طبيعيا يعني منذ انطلاقة الشباكات في يوم السبت الماضي هذه الشباكات لم تهدأ مطلقا في منطقة القيادة العامة من الناحية الشرقية تجاه بوري ومن ناحية الجنوبية تجاه مطار الخرطوم وشارع المطار وكذلك شارع الجمهورية وشارع القصر وحتى القصر الجمهوري هذه المنطقة لم تهدأ مطلقا وبالتالي في هذه اللحظات أيضا تتواصل الشباكات والمواجهات بذات الأسلحة الثقيلة والخفيفة ما بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة وحتى الآن لم يتحدد بعد ما هي الجهة التي تمكنت من السيطرة هناك بيانات عدة تخرج من هنا وهناك بيان من القوات المسلحة أكدت القوات المسلحة أنها تسيطر على القيادة العامة وأن قوات الدعم السريع لا وجود لها في القوات المسلحة بينما قوات الدعم السريع نشرت فيديوهات تقول إنها من داخل القيادة العامة ومن داخل منزل القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وكذلك هناك فيديو آخر أن القوات الدعم السريع قد تمكنت من دخول بيت عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي وهو أمر حتى الآن لا يستطيع الناس في الحصول على الحقيقة الكاملة والمجردة لأن التصريحات تأتي من هنا وهناك التصريحات تأتي من طرف والطرف الآخر ينفي فقط أيضا ترجمة نانسي قنقر